اشتركوا في القناة من جميع النواحي ما عدا نقطة صغيرة ولذلك يظل هذا الغطاء معلقا ببقية البيت الملكي من هذه النقطة تخرج الملكة بهدوء من هذه الفتحة ثم تتحرك ناحية الشغالات وتدخل في وسطها وتتجول بهدوء في أول الأمر ثم تزداد سرعتها في الحركة وتستعد لمعارك التصفية الجولة الأولى من معارك التصفية تحدث بين هذه الملكة وبين أي ملكات عذار أخرى خرجت معها في نفس الوقت والسلاح المستعمل بين الملكتين هو السلاح الأبيض ألا وهو آلة اللسع الملكية المقوسة غير المسننة والملكة الفائزة هي التي تنجح في غرس آلة اللسع في رأس غريمتها في منطقة المخ فتخرج الملكة المهزومة صريعة أي مقتولة بسبب هذه الطعنة النجلاء وتتكرر معارك التصفية مرة أو مرات أخرى بين الملكة الفائزة وبين أي ملكة عذراء أخرى عندما تنتهي الجولة الأولى من معارك التصفية التي تمت بين ملكات عذارة ببقاء ملكة عذراء واحدة تبدأ هذه الملكة بالاستعداد للجولة الثانية ولكن مع من؟ مع الملكات العذارة التي اكتمل نموها وما زالت في البيوت الملكية على وشك الخروج وتستعد لذلك ولكن كيف تعرف الملكة العذراء الطليقة التي تتجول بحرية داخل الخلية كيف تعرف ما بداخل البيوت الملكية وما إذا كان بداخلها ملكات مكتملة النمو وعلى وشك الخروج ثم كيف تتخلص منها لكي يخلو لها الجو تماما تلجأ هذه الملكة العذراء الطليقة إلى خدعة لطيفة وقاتلة في نفس الوقت تلجأ إلى استعمال لغة الملكة للتعرف والتعامل مع الملكات المحبوسة في البيوت الملاكية الناضجة فإنها وبعد نصف دقيقة بالضبط ترد على هذا الصوت بنفس الطريقة وهنا تكون الملكة الطليقة مستعدة تماما لالتقاط هذه الأصوات ومعرفة البيوت التي صدرت منها بالضبط وبالتحديد ومن ثم تبدأ الجولة الثانية من التصفيات بقتل أو بالأصح اغتيال هذه الملكات المحبوسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر